السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأتكلم إن شاء الله عن متلازمة ريت لكن قبل ما أبدي يرجع منكم الاشتراك في القناة متلازمة ريت متلازمة ريت هي الطراب وراثي عصبي نادر يؤثر على الطريقة التي يتطور بها الدماغ مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للمهارات الحركية والكلام هذا الطراب يصيب الفتيات أكثر من الأولاد الأطفال اللي يصابون بها متلازمة ريت يتطورون بشكل طبيعي لأشهر الأولى من عمرهم ثم يبدؤون يفقدون مهاراتهم اللي اكتسبوها مثل قدرة على الزاحب أو المشي والتواصل أو استخدام اليدين بمرور الوقت يعاني الأطفال المصابون متلازمة ريت من مشاكل المتزايدة في استخدام العضلات اللي تتحكم في حركة التوازن والتواصل وتحل حركات اليد الغير طبيعية مثل تقال حركة ذاتها أو التصفيق محل استخدام الطبيعي ما هي الأعراض؟ الأعراض ممكن تتفاوت من طفل إلى آخر من الأعراض بطء النمو ومثال بطء نمو الدماغ بعد الولادة ويعيد صغر حجم الرأس عن حجم المعتاد أول علامة على أن الطفل مصاب بمتلازمة ريت وأيضاً فقدان حركة طبيعية وتناسقها غالباً ما تتضمن علامات الأولى قل التحكم في حركات اليد وانخفاض قدرة على الزحف أو السبب بشكل طبيعي كذلك فقدان القدرة على التواصل أطفال المصابين متلازمة ريت عادةً يبدؤون يفقدون قدرة على التحدث والتواصل بالأعين على وعلى فقدان التواصل بطرق أخرى أيضاً من أعراض حركات اليد الغير الطبيعية يكون عندهم حركات يد متكررة أو لا إرادية وقد تختلف من الطفل إلى آخر وهالحركات مثل العصر أو القبض أو التصفيق أو النقر أو فرق اليدين يعني مثلك أنا قاعد يغسلهم حركات العين غير طبيعية ومشاكل في التنفس من ضمنها حبس النفس أو التنفس السرعي الغير طبيعي والزفير القوي للهواء أو اللعب أيضاً من الأعراض والتهيج والبكاء يكونون أكثر عصبية أكثر توتر مع تقدمهم في العمر وقد تكون هناك أعراض مثل الإعاقات المعرفية وفقدان للوظائف الفكرية وهناك كثير من الأعراض لكن خلنا ننتقل للمراحل متلازمة تريد المرحلة الأولى هي مرحلة الهجوم المبكة وفي هالمرحلة الأعراض تكون غامضة ويسهل إغفالها وتبدأ ما بين 6 شهر إلى 18 شهر قد تستمر لعدة شهور أو عام في هالمرحلة الطفل يكون تقلع عنده القدرة على التواصل البصري ويبدأ في فقدان الاهتمام بالألعاب قد يتأخر عنده الجلوس أو الزحف المرحلة الثانية هي مرحلة الانتكاس السريع تبدأ ما بين عمر العام إلى 4 عوام ويفقد الطفل قدر على أداء المهارات اللي كانت عنده في السابق وقد يكون هالفقد السريع أو متدرج المرحلة الثالثة هي مرحلة الاستقرار النسبي تبدأ المرحلة ما بين السنة الثانية إلى العاشرة ويمكن أن تستمر لعدة سنوات المرحلة الأخيرة هي المرحلة الرابعة انتكاس الحركة المتأخر تبدأ هذه المرحلة عادة من بعد 10 سنوات ويمكن أن تستمر لعوام أو عقل وهذه المرحلة تتميز بين خفاض الحركة وضعف العضلات والتقلصات المفاصل متى نزور الطبيب؟ زيادة الطبيب أو الاستشاريين يكون من بعد ما نلاحظ على الطفل بعض العراض أو السلوكيات مثل تباطئ المورس رأس الطفل أو أهزاء أخرى من جسم اختلال توازن أو نقص الحركة حركات اليد المتكررة ضعف التواصل من خلال العينين أو فقدان اهتمام بالألعاب المعتادة تأخذ تطول كلام أو فقدان قدرات الكلام المكتسبة سابقا تغيرات في السلوك أو تقلب المساج الملحوظ وتراجع في المهارات المكتسبة في السابق بالنسبة لسبب الإصابة بمتلازمة ريد فالدراسات تشير إلى حدود طفرة جينية على الجين مي سي بي تو هذه الطفرة تأدي لمشاكل في إنتاج أحد البروتينات اللازمة لنمو المخ مع ذلك السبب الدقيق لا يزال قيد الدراسة بالنسبة للعلاج فلا يوجد العلاج النهائي لمتلازمة ريد إلا أن العلاجات المحتملة قيد الدراسة حاليا والعلاج الحالي يركز على تحسين حركة والتواصل وعلاج التشنجات وتوفير الرعاية والدعم للأطفال والكبار المصابين متلازمة ريد وأسرها هذه كانت نبطة مختصرة عن متلازمة ريد إن شاء الله أعجبكم الفيديو وستفدتم منه ولا تنسوا اللايك والاشتراك